أجمعت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس على أن ملف تكليف برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة معطل رغم الدعوة الرئاسية للاستشارات النيابية واعتبرت الصحف اللبنانية أن تحديد رئيس الجمهورية يوماً خميس المقبل موعداً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد جاء بمثابة رسالة بعث بها عون لتبرئة ذمة رئاسة الجمهورية من استهلاك عامل الإطالة والتعطيل ورمي الكرة من الآن فصاع أيضاً في مرمى الكتل النيابية والقوى السياسية في كل عرقلة وتأخير على كل حال مزيد من المتابعة عبر الصوت والصورة ينضم إلينا سيد فتحي محمود الكاتب الصحفي المتخصص في أشياء اللبنانية سيد فتحي يرحب بك نعم داني أبدأ معك إذا سمحت لي بآخر خبر قرأناه في الوضع اللبناني وهو ما يتعلق بتبرئة ذمة ميشيل عون ورمي الكرة في المجلس النواب تحديداً لاختيار رئيس للوزراء الجديد كيف ترى إذن هذه الصيغة التي تناولت بها الصحف اللبنانية هذا الأمر جرت العادة في لبنان على أن يتم الاتفاق بشكل مبدئي على رئيس الوزراء الذي سيتم تكليفه قبل القيام رسمياً بالمشاورات النيابية مع رئيس الجمهورية ولكن الكتل النيابية الرئيسية في لبنان حتى الآن لم تتطفق على اسم رئيس الحكومة الجديد المعظم أو الأغلبية تريد سعد الحريري ولكن سعد الحريري نفسه لا يريد ذلك لأنه لا يرى أي بوادر للاتفاق بين تلك القوى على ما يمكن أن يقدم إلى الشعب اللبناني في ظل الظروف التي يعيش فيها الآن الخلاف الرئيسي بين الكتل اللبنانية ليست مشكلة من هو رئيس الحكومة ولكن مشكلة ما هي طبيعة الحكومة الجديدة كم سيتم تمثيل القوى النيابية فيها بحقائب معينة وفي الوقت نفسه كيف ستواجه هذه الحكومة الإجراءات العديدة المطلوبة منها حتى تكون هناك مساعدات خارجية للبنان كتلك التي أعلن عنها الرئيس ماكرون من خلال المؤتمر الذي سيوقد الشهر المقبل نعم طيب سيد فتحي السؤال الآن يعني أصلا الشعب اللبناني يعترض على مجلس النواب اللبناني ويعني كان يطالب بانتخابات نيابية مبكرة كيف سيوافق بأي شكل من الأشكال على اسم يسمى من يعني الأحزاب النيابية أو الفئة النيابية في لبنان المشكلة الحقيقية أن الحراك اللبناني الذي بدأ في 17 أكتوبر الماضي ومازال مستمرا بشكل أو بآخر حتى الآن غير قادر على أن يفرد مرشحا له لرئاسة الحكومة اللبنانية وبالتالي هو مضطر للقبول بأي مرشح ولكن بشرط وحيد هو أن تكون الحكومة نفسها بغض النظر على الرئيس الحكومة الحكومة نفسها مؤهلة للقيام بالدور المنود بها وأن تسيطر عليها الخبراء والتكنقراط وليس السياسيين ولذلك الفكرة المطروحة الآن لدى قطاعات واسعة من الشارع السياسي اللبناني هي أن تكون حكومة تكنو سياسية تجمع بين سياسيين وبين تكنقراط للخروج من الوضع الحالي وخاصة أن هناك حدثين مهمين لبنان القوى السياسية هناك تترقب هما المباحثات مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية والانتخابات الأمريكية التي ترهن عليها بعض القوى اللبنانية نعم طيب داني ربما أذهب معك أبعد من ذلك سيد فتحي يعني السؤال الآن هل المشكلة في الداخل اللبناني تأتي من الكتل النيابية أو من الأحزاب السياسية في الداخل اللبناني وفكرة يعني اختيار رئيس وزراء لبناني جديد أم أن المشكلة أبعد وهناك بعض الأطراف الدولية تتحكم ربما حتى باسم رئيس الوزراء الذي يتم اختياره في الداخل اللبناني الإجابة على هذا السؤال لابد أن نوضح طبيعة القوى السياسية الموجودة داخل اللبنان كل القوى السياسية الموجودة داخل لبنان مرتبطة بالخارج بشكل أو بآخر سواء بقوى دولية أو بقوى إقليمية لبنان مساحته لا تزيد عن 10.425 كيلو متر مساحة صغيرة للغاية يعيش عليها 18 طائفة ومذهب الجميع يستقوى بالخارج حتى يتكون له كلمة مسموعة في الداخل حتى أن أطلق على القوى السياسية اللبنانية أنهم وكلاء محليين لقوى عالمية ودولية نعم دعني أوضح هنا سيد فتحي نعم إذا سمحت لي أنا سألك هذا السؤال على هامش ما يتعلق بمعودة إلى الصورة فكرة اتفاق الإطار ومشابه والبعض أصبح يتحدث إن تم اتفاق الإطار ذلك ربما بشكل أو بآخر سيحل فكرة وجود رئيس للوزراء في الداخل اللبناني لا المشكلة تتعلق بعدة نقاط وليست باتفاق الإطار فقط المشكلة تتعلق بأن هناك مطلوب حكومة قوية تستطيع اتخاذ إجراءات قوية فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي حتى يتم جلب مساعدات من الخارج لأنه منذ مؤتمر سيد عام 2018 للدول الداعمة للبنان كانت هناك شروط محددة مطلوبة للإصلاح الاقتصادي لم تستطع أي حكومة منذ ذلك الوقت حتى الآن القيام بها إذا لم تكن هناك حكومة قادرة على القيام بها لن تكون هناك مساعدات من الخارج وبالتالي ستظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية مستمرة فالأمر لا يتعلق فقط بقضية اتفاق إطاري ولكن يتعلق بعدة أمور مجتمعة ومتدخلة بشكل معقد للغاية نعم طيب داني ربما أسألك ذات السؤال يعني الذي أسأله يانكو بيتش قال عند تشاوره مع الجانب الفرنسي أن كيف يمكن مساعدة لبنان في غياب حكومة ذات صلاحيات إذن يعني أيضا على الجانب الآخر كانت فرنسا في تصريحات لها تقول أنها لن تساعد لبنان حتى يكون هناك حكومة ذات مصداقية وموجودة على الأرض في الداخل اللبناني إذن نستطيع القول أن كل الأمور تتوقف حتى إن كنا نتحدث عن مساعدات اقتصادية أو سياسية حتى تأتي هذه الحكومة سيد فتحي نعم هذا ليس موقف فرنسا وحدها هذا موقف جميع الدول الدعيمة للبنان وهي طلبت بذلك صراحة أكثر من مرة في البيانات الصادرة عنها أنها لن تقوم بإرسال المساعدات المطلوبة منها إلى لبنان إلا إذا كانت حكناك حكومة قوية موسوك بها تستطيع تسلم هذه المساعدات وإدارتها ضمن حلقة إصلاحات اقتصادية معينة مطلوبة حتى ينهض الاقتصاد اللبناني من أزمته مرة أخرى حضرتكم تكلمتم في نشرة الأخبار الآن عن وضع في منطقة الخطورة يتعلق بالمصرف المركز اللبناني لاحتياطات الأجنبية الموجودة لديه وهو أمر يقول صراحة أنه لا توجد لديه احتياطات الآن قد تستمر أكثر من ستة أشهر مع رفع الدعم عن عدد كبير من السلع الأمر الذي سيزيد الأزمة سوءا لدى الشعب اللبناني ولذلك الحكومة وجود حكومة قوية هو أمر ضروري لجلب المساعدات من الخارج وهو أمر مطروح منذ عام 2018 وليس جديدا ولن تكون هناك مساعدات خارجية إلا في وجود حكومة قوية وحكومة تمثل كل قادرة على القيام بإصلاحات حقيقية هل هناك أي حلول في الأفق سيد فتحي تأتي برئيس وزراء جديد يتفق عليه الشعب اللبناني والكتل السياسية والنيابية ورئيس الجمهورية أيضا الحقيقة أن بعض القوى السياسية بتراهن أو بتحاول أن تلعب لعبة تضييع الوقت حتى تنتهي الانتخابات الأمريكية لأنها تراهن على مرشح معين أو مرشح غيره وهي مرتبطة في ذلك بالمحور الإيراني الذي يجد أن هناك فارق بين ترامب وبايدن البعض الآخر من القوى السياسية تراهن على الوضع الدولي أنه لن يسمط طويلا عما يحدث في لبنان بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية أو غيره الشعب اللبناني نفسه لا أعتقد أنه سيستمر طويلا في الصمود في هذا الوضع المعيشي المتردي ولذلك أتصور أنه قبيل منتصف شهر نوفمبر المقبل وهو المعاد الذي دعا ماكرون لعقد مؤتمر لمساعدة لبنان فيه أعتقد قبل هذا الموعد قد تكون هناك حكومة تستطيع على الأقل القيام بدور ما في النهوض بالاقتصاد اللبناني بدلا من الموقف الحالي الذي يصل إلى مرحل تردي في الاقتصاد والسياسة يوميا بشكل كبير نعم طيب كونك تحدثت عن الجانب الدولي سيد فتحي وتحدثت أيضا عن تأثير الانتخابات الأمريكية على الداخل اللبناني دعنا نوضح للمشاهد لمن يشاهدنا هذه الدائرة كيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية على الداخل اللبناني نحن ذكرنا أن معظم القوى السياسية في لبنان مرتبطة بتحالفات خارجية السنائش هي حركة أمل وحزب الله مرتبطان بإيران إيران لديها ملف خاص مع الإدارة الأمريكية وهناك عقوبات تفرض عليها الموقف أمريكا من إيران قد يختلف بوجود بايدن أو ترامب وبالتالي موقف إيران سيختلف من التشدد إلى المهادنة لبنان بالنسبة لإيران سيكون ورقة تستطيع اللعبة بها ليس لبنان فقط لبنان وسوريا وكل الدول التي يوجد بها تواجد إيراني قوي هي ورقة لدى إيران للعب بها مع الإدارة الأمريكية الجديدة ولذلك فأن تأثير الانتخابات الأمريكية على الوضع في لبنان سيكون من خلال العلاقة مع إيران وما إذا كانت إيران ستتشدد مع الإدارة الجديدة داخل لبنان أم سيكون هناك انفتاح بينهما في إطار اتفاق شامل بين الجانبين نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا كنت معي عبر الصوت والصورة سيد فتحي محمود الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن اللبناني شكرا لك